قانون بويل، بويلز لو هو أحد قوانين الغازات والذي يصف العلاقة بين التغيرات في حجم عينة من الغاز التي تحصل عند تغير الضغط. فهل تعلم ما هو نوع العلاقة بينهما؟ يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال التجربة التالية. فإذا كان لديك عينة من غاز نيتروجين في أسطوانة حجمها عشرة لترات، وقمنا بقياس الضغط في درجة حرارة ثابتة، فوجد أنه واحد ضغط جوي، وبعدها قمنا باستخدام مكبس الضغط لتقليل حجم الغاز إلى النصف، وقمنا بقياس الضغط، فوجدناه اثنين ضغط جوي، ثم كررنا نفس العملية، مع زيادة الحجم للضعف، فوجدنا الضغط يقل إلى النصف، ليصبح نصف ضغط جوي. هنا ستلاحظ أن حاصل ضرب الضغط في الحجم في الحالات الثلاثة يساوي قيمة متساوية، وهي عشر أل، وهي عشر أتم في اللتر. وبرسم شكل بياني يوضح العلاقة بين تغيير الحجم والضغط، نجد أنه يزداد حجم الغاز عند نقصان الضغط الواقع عليه، وهذا يعني أن العلاقة بينهما عكسية، وهذا ما نص عليه قانون بويل، حجم مقدار محدد من الغاز يتناسب عكسياً مع الضغط الواقع عليه عند ثبوت درجة حرارته، ويمكن تنثيل القانون من خلال العلاقة الرياضية التالية، حاء واحد في ضغط واحد يساوي حاء اثنين في ضغط اثنين، حيث تمثل حاء الحجم وتمثل ضغط الضغط.